السلام عليكم امهات انتم مبدعات رائعات شكرا لكم لتواصلكم المستمر معي ولادي الحلوين اشتقت لهم كتير وان شاء الله دايما يظلوا هيك مبدعين وشطورين اليوم بدنا نعمل تطبيق عملي للقاعد اللي اخدناها مبارح التمييز بين اله والت المربوطة هلا رح نعمل لعبة بسيطة ممكن نلعبها مع الاولاد سهل كتير هلا انا مبارح قلتلكم انه انا كيف بقدر اميز اني متى بدي احط اله والت عن طريق تحريك اخر حرف يعني بوضع حركة عليه سواء فتحة ضمة كسرة الحركة المناسبة هلا اذا انا بعد ما احركها اذا قرأتها اه فهي اه واذا قرأتها ات فهي ات مثلا نيجي لاول نيجي لاول نيجي لاول كلمة عندي كلمة مياه هلا انا قرأتها مياه انا قرأتها ساكنة طيب خلينا نحركها نحكي مثلا بالضمة مياه مياه بعد ما حركتها بقية اه فباجي بشوف هل هي متصلة احنا بنعرف بانه في برجله دبوس ما بيمسك في اللي بعده فاذا بدها تكون الاه مربوطة منفصلة بنيجي مناخد الاه وبنحطها لكلمة مياه نقرأها تصبح مياه مع التحريك ما ننسى انه انا لازم احرك مياه هاي اول واحدة هلا نروح نقرأها ساكنة شفاه قرأتها اه طيب احركها شفاه نفس الشي بامسك اذا متصلة بدي امسك الاه المتصلة اماكنها هنا منفصلة بحط الاه المنفصلة شفاه شفاه تمام هلا عندي كلمات عندي كلمات مكتبة بالسكون قرأتها اه مكتبة طيب نحركها مع بعض مكتبة مكتبة حركتها بالضمة قرأتها ات فاذا هي ات مربوطة بمسك الات وبروح بحطها تصبح مكتبة مع تحريكها ما انسى احركها مكتبة مكتبة قرأتها طيب هلا انا ما رح احمل للباقيات رح خليلكم ياها مثل لعبة تلعبوها مع الاولاد عندي كرة لعبة حديقة لازم انا ما حركتهم خرجلكم انتو تعملوهم مع الاولاد هدولة فرجوهم شرحي كيف انا شرحتهم هدولة هيكونوا مثل مثال لقلكم ودمتم بحب عزيزاتي موسيقى